أنتم الآن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان هل المصطفى الرميد هو من سعى إلى الاستوزار أم طلب منه ذلك خاصة وأن سرميد عبر غير ما مره عن رغبته في الرحيل والمغاطرة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم يوسف وشكرا لهذه القناة الرائدة على هذه الاستضافة لا أخفيكم أنني تحملت المسؤولية الأولى في وزارة العدل الحريات في فترة انتقالية وإصلاحية صعبة وتحملت أباء مسؤولي ومسؤولية إنضاج قوانين المرحلة التي تؤسس لاستقلال السلطة القضائية واستقلال النية العامة وما إليها من الإصلاحات الأساسية وقد واجهت فئات وواجهت مشاكل مما أتعبني وأقنعني بأنني نبغي بعد هذه المرحلة أن أرود بالراحة اقتدت ظروف معينة واقتدت يعني معطيات معينة أن أتحمل المسؤولية من جديد باعتباري وزير للدولة مكلب حق الإنسان لا أخفيكم أنني أيضا في هذه المرحلة كنت أتمنى وقد بلغت ذلك للسيدة الحكومة أن أغادر الحكومة لكن أيضا في هذه المرحلة اقتدت معطيات لمجال الخوضي في تفاصيلها بأن أتحمل المسؤولية من جديد وقد أتحملتها وأرجو الله تعالى أن يوفقني على تحمل أعبائي التقيق